موسيقى نشرة الانباء الصوتية ليوم الاثنين 28 تشرين الثاني 2016 مع سامر ابو المنا اشراف مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي موسيقى لا جديد بعد على صعيد تشكيل الحكومة فانجاز التشكيل دونه عقبات هذا ما اكده الرئيس المكلف سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون اذ قال نحن مع الرئيس بري ظالما كان ام مظلوما وهناك بعض العقبات في موضوع تشكيل الحكومة الرئيس الحريري استقبل وزير الصحة وائل ابو فعور والنائب مروان احمدي في حضور الدكتور غطاس خوري وجرى عرض لاخر التطورات السياسية احمدي قال جئنا لننقل الرئيس الحريري تهاني وليد جمبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة النضال الوطني واللقاء الديمقراطي بهذه الظاهرة التي تسر القلوب والتي شاهدناها على مدى يومين وهي عنوان للديمقراطية اضاف احمدي نأمل بان تتذلل كل التعقيدات والعقبات التي تواجه تشكيل الحكومة وبالطبع اجرينا مع دولة الرئيس جولة افق حول كل ما يعمل ويجاهد من اجله لاعطاء لبنان حكومة خلال اقرب وقت رئيس مجلس النواب نبيه برري استقبل الوزير ابو فعور موفدا من رئيس اللقاء الديمقراطية النائب وليد جونبلاط وعرض معه الاوضاع العامة والوضع الحكومي وزير الزراعة اكرم شايب اكد اننا نتطلع بان يتمكن الافريقاء في اسرع وقت ممكن من تشكيل حكومة جديدة قادرة على ادارة ومتابعة شؤون البلاد والعباد لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي معتبرا انه يجب تقديم كل ما يلزم من تنازلات لتسهيل عملية التاليف من اجل تحصين وحماية الساحة الداخلية من كل الاخطار الداهمة شايب كان يتحدث خلال استقباله سفير نيوزيلندا بارني رايلي كتب النائب وليد جونبلاط على تويتر اذا كان من احد يستحق جائزة نوبل للسلام فهم اصحاب الخوذ البيضاء في سوريا في عملهم الانساني البطولي شبه الاسطوري الى ذلك استقبل جونبلاط في دارته في كليمنسو ظهر الاثنين السفير الصيني لدى لبنان وانكيجيان بحضور نائبه لشؤون الخارجية دوريدياغي وعرض معه التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة واستبقى جونبلاط ضيوفه على مائدة الغداء زهر تيمور جونبلاط بلدتين دارية وعنوت في اقليم الخروب يرافقه النائب على الدين تره ووكيل داخلية الاقليم في الحزب التقدمي الاشتراكي سليم السيد ومدير عام وزارة المهجرين احمد محمود مقدما واجب العزاء لعدد من العائلات وخلال الزيارة عرض جونبلاط مع الاهالي الاوضاع الراهنة والقضايا الانمائية والخدمتية لفتت اللجنة الوزرية المكلفة معالجة ملف النفايات لان قرار مجلس الوزراء تاريخ 17-3-2016 المتعلق بانشاء مطمرين صحيين في مصب نهر الغدير وبرج حمود الجديدي لمدة اربع سنوات قد استثنى قضاء الشوف وعلي لحين تحديد مواقع للمعالجة والطمر الصحي بالتشاور مع البلديات وفعاليات المنطقة وشارت لان الحل في الشوف وعلي لم يتبلور لغاية تاريخه وذلك بسبب عدم ايجاد الموقع الملائم واوضحت انه منذ بدء عمل اللجنة المكلفة بخطة ادارة النفايات المنسلية الصلبة لم يطرح موقع سبلين لا للمعالجة ولا للطمر ولم يدرج هذا الموضوع في قرار مجلس الوزراء ولن يطرح اي موقع الا بالتشاور مع بلديات المنطقة وفعاليتها دعا تجمع الهيئات النسائية في الجبل الذي ينضوي تحت سقفه اكثر من خمسين جمعية نسائية الاصوات التي انبرت مدافعة عن حقوق الطوائف وحصاصها السلطوية التي تفرق ولا تجمع ان تتوقف عن اصدار هذه المواقف الاعتباطية واعتبرت ان الكلام الذي صدر عن غياب المؤسسات انما ينتقص من نضالات وتضحيات العشرات من المؤسسات والجمعيات والهيئات التي سعت وتسعى لخدمة المجتمع ومواكبة احتياجاته وهو لا يهدف سوى الى خلق البلبلة واثارة الرأي العام على عنوين براقة من الخارج وفارغة من الداخل مدرسة الاشراق من المؤسسات الرائدة في الجبل مديرها العام الشيخ وجدي الجردي اكد للجريدة الانباء الالكترونية انها تنافس كبرى المدارس مناهج واعدادا وهي تضم ما يقارب الالف ومئتي طالب مشيرا الى ان المدرسة باشرت ببناء مبنى جديد بدعم من النائب وليد جمبلاط واكد الجردي ان ادارة المدرسة تدعم التلاميذ المحتجين بما يزيد عن ثلاثمائة وخمسين مليون ليرة سنويا في علي وسبعين مليون ليرة في المتن الاعلى لافتا الى ان مدرسة الاشراق بصدد شراء ارض في المتن لاشادة مبنى جديد لاعلاناتكم الاتصال على الرقم 03-070124 اطلق الاتحاد النسائي تقدمي في عيحة حملة دفا لدعم صمود النازحين السوريين في البلدة عبر جمع البسة ووسائل تدفئة وتبرعات من الاهل في اطار حملة التوعية البيئية السنوية نظمت محمية ارز الشوف بالتعاون مع بلدية البروك نشاطا بعنوان كلنا للوطن والفن شارك فيه نحو 600 تلميذ من مدارس رسمية وخاصة وتخلل النشاط زيارة مركز رشيد نخلي الثقافي في الرياضة انتهت المباراة التي جرت الاحد على ملعب بحمدون بين الاخاء الاهلي عليه وسلام زغرطة بالتعادل واحد واحد وسيطر الفريق الجبلي على كامل مجريات المباراة التي تألق فيها جميع لاعبيه الاخاء الاهلي للإناث كان استضاف نادي السلام زغرطة بافتتاح مرحلة الاياب على ملعبه في بحمدون وانتهت المباراة بالتعادل 3-3 مع الاشارة الى ان فريق الاخاء للاناث يتصدر الدوري وعلى ملعب صيدة فاز العهد على التضامن سور 2-0 فيما فاز النجمي على شباب الساحل 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة الرياضية يبدأ لبنان مساء ثلثاء بالتأثر بالمنخفض الذي اطلقت عليه مصلحة الابحاث العلمية الزراعية اسم باربرا فيكون التقس متقلبا مع انخفاض درجات الحرارة واحتمال ضئيل لهطول الامطار ومع وصوله الاربعاء تنخفض الحرارة اكثر وتحطو الامطار متفرقة غزيرة احيانا وتتشكل السيول مع واصف رعدية وثلوج على 2400 متر والتي يتدنى سقوطها الخميس الى 1500 متر دائما المزيد على موقع جريدة الانباء الالكترونية انباء اونلاين دوت كوم او على تويتر ات انباء اونلاين وفيسبوك انباء اونلاين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة